السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم معكم خولة فان اليوم قررت تسجيل دورة لتعلم برنامج بلندر او تصميم ثلاثي الابعاد برنامج بلندر باختصار للمبتدئين برنامج بلندر هو برنامج مجاني يحسوي على مجموعة كبيرة من الأدوات المفتوحة المصدر والمجانية يمكنك استخدامه لإنشاء العديد من الأشياء التي ستفتح لك مجالات عديدة جدا فمثلا يمكنك إنشاء أفلام لصوم متحركة وبيعها يمكنك تصميم شخصيات وبيعها يمكنك تصميم خامات صنع فيديوهات إشهارية لمنتجات تجارية بصميم ألعاب إلكترونية سيارات والعديد من الفروع الأخرى كما تلاحظون هذا الفيلم مصنوع مئة بالمئة ببرنامج بلندر يمكنك أن تصل لهذه الاحترافية في العمل إذا كنت مثابر ومجال 3D ومجال مطلوب كثيرا من الشركات ومجال مربح جدا للأشخاص الذين يعرفون استغلاله والميذة التي أجدها رائعة جدا في هذا البرنامج هي أنه لا يحتاج لحواسيب قوية جدا بمواصفات عالية فيمكنك فقط بجهازك البسيط أن تتعلمه وتصنع به مشاريع لا أقول أنها يمكنك صنع فيلم أنيميشن كامل مثل الذي تراه في التلفزيون بحاسوبك البسيط فجلسك تتطلب تقنيات عالية وحواسيب قوية وفريق عمل كبير جدا لكن أنا أقول أنه يمكنك إنشاء مشاريع ستكون فخور بها جدا وإن شاء الله ستتربح منها الكثير سأتحدث عن ضرق الربح بعد أن أشرح لكم كيفية عمل البرنامج بعد القليل من الفيديوهات حتى تكون لديك نظرة حول مجال 3D إذن سنبدأ اليوم الدورة المختصرة لتعلم بلندر سأحاول أن أجعلها في أقل وقت وأكثر فائدة ستكون شاملة للمجالات الأساسية التي يجب عليك تعلمها كمبتدئ ثم يمكنك أن تتوسع عندما تختار المجال الذي ستعمل فيه مثلا تصميم داخلي، تصميم منتجات لا تحدث عن المجال سيكون لاحقا كما ترون هذا الموقع يبيع فيه الأشخاص تصميمهم الثلاثية الأبعاد ويشتريها العديد من الأشخاص رغم أن المشروع مثلا تبيعه بواحد دولار لكن تخيل أن يشتريك خمسون شخص فأنت لديك خمسون دولار وهذه المشاريع هي سهلة للإنجاز إذا تعلمت مجال 3D بشكل صحيح وبنيت قاعدة قوية حتى تنطلق منها أنصحك بأن تسابع فيديوهاتي من الأول إلى الآخر وتطبق ولا تتجاهل أي محطة لأنني أحاول أن أجعلها مختصرة على قدر الإمكان ترجمة نانسي قنقر